موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذا الموعد الإخباري وتتابعون فيه موسيقى قتلى وجرحى في تجدد الاحتجاجات بالسودان موسيقى القوات الفرنسية تنسحب من ثالث قاعدة عسكرية في شمال مالي موسيقى العلاقات الأوروبية المغربية سيناريوهات مفتوحة على الصدام موسيقى وفي النشر نتابع عقيل صالح يترشح الانتخابات الرئاسية في ليبيا ومفوضية الانتخابات تؤكد أن استلام أوراق المرشحين لا يعنى قبولها موسيقى البرلمان الجزائري يؤجل خطة الحكومة لمراجعة سياسة الدعم ويشترط وضع جهاز التعوضات موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتلى وجرح أمس الأربعاء في العاصمة الخرطوم في مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في مظاهرات منددة بقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم آخر من أيام السودان الصعبة احتجاجات جابت شوارع الخرطوم ومواجهات مع قوات الأمن استخدم فيها الغاز المسيل للدموع فيما تحدثت لجنة أطباء السودان المركزية عن وقوع قتلى وجرح الموجة الثالثة من الاحتجاجات في السودان منذ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي سبقتها إجراءات مشددة تمثلت في غلق أربعة جسور من أصل عشرة تربط مدن العاصمة الخرطوم بحري وأمدرمان بالإضافة إلى قطع الاتصالات وخدمة الأنترنت حالة من عدم الاستقرار بالسودان مدفوعة بشد يمارسه طرفاء الأزمة أحدهما يطالب من خلال الشارع بضرورة استمرار التظاهر والتكتلات الحزبية بعودة الحكومة المدنية أما الثاني فيرى في الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وآخرها تشكيل مجلس سيادة جديد قرارا يصب في مصلحة السودان ككل نحن ممتنون لكل الجهود التي تقام ضد الإنقلاب العسكري في السودان نحن ندعم قرار وحق الشعب السوداني بمطالبتهم بتحقيق الديمقراطية ونحن نجدد دعوتنا لهذا الجيش بإعادة الديمقراطية إلى مكانها مرة أخرى نحن نشدد على ضرورة أن يطلق الجيش السوداني صراحة جميع السجناء الأزمة السودانية التي تحظى اليوم باهتمام إقليمي ودولي ترمي واشنطن بكامل ثقلها الدبلوماسي للضغط من جهة والتوجيه من جهة أخرى عبر فرض شروط مرتبطة أساساً بإعادة الحكومة المدنية واستئناف المرحلة الانتقالية تستمر المواجهات بين الجيش الإثيوبي ومتمردي جفافتيغراي بعد محاولة كل طرف السيطرة على معابر ومناطق رئيسة وسط قلق أممي وأمريكي باستمرار القتال العسكري بين الطرفين صوت المعارك في إثيوبيا لا يبدو أنه يسغي لكل النداءات الإقليمية الأممية والدولية الداعية إلى التهدئة قصد إفساح المجال أمام حل سياسي للصراع الدائر منذ سنة وأخذ في تمزيق البلد على أسس عرقية ودينية القتال في عدة جبهات شمالية البلاد مستمر بين الحكومة الإثيوبية ومسلح تيجراي المدعومين من فصائل أخرى حيث تشتد المعارك بإقليمي أمهر وعفر إلى تخوم محافظة شوا في طريقهم نحو العاصمة أديسابابا المواجهة العسكرية أضحت خيارا تتمسك به الحكومة الإثيوبية في مواجهة من تعتبرهم خطرا على وحدة وأمن البلاد بينما يذهب متمرد جبهة تحرير تيجراي إلى أبعد من أمن الإقليم بعد إعلانهم هدف إسقاط الحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد حذر في تغريدة له عبر تويتر الإثيوبيين من استخدام الكثيرين معلومات مضللة كمسار لتحركاتهم التي وصفها بالخطيرة دعونا لا ننسى أننا أيضا منخرطون في حرب معقدة ضد الأمة حيث يستخدم الكثيرون معلومات مضللة كمسار لتحركاتهم الشريرة يجب على كل إثيوبي أن يلعب دورا في صد الرواية المشوهة وعكس مصارها في ظل هذا الصراع القائم دعت الولايات المتحدة رعاياها بإثيوبي إلى مغادرة البلاد فورا خوفا من ترد الأوضاع هناك وصعوبة إجلائهم لاحقا فيما دعا أنطنيو قطراش الأطراف المتنازعة إلى حوار بعيدا عن الحل العسكري الذي لن يجلب السلام الدائم والاستقرار للبلاد مشددا على ضرورة وصول المساعدات بشكل آمن ودنعائق وتبقى أكبر مخاوف الإثيوبيين اليوم أن هذا الوضع الراهن ما هو إلا بداية لحرب أهلية قد تحسد الأخضر واليابس وتنهي حلم النمل الإفريقي الوعد أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقل الصالح أمس الأربعاء ترشحه لانتخابة الرئاسة المقررة إجراؤها في الرابع والعشرين ديسمبر المقبل ليصل بذلك عدد من يسعون لخوض هذا السباق إلى 12 شخصا وقال صالح في كلمة متلفزة أن الاقتراع العام هو مصدر الشرعي الوحيد لأي سلطة ولا الانتخابات هي المخرج الوحيد لمنع التدخل الأجنبي وعدم تقسيم البلاد وتوحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية تدرك إذن العملية الانتخابية في ليبيا إحدى أهم محطاتها خاصة ما تعلق بالانتخابات الرئاسية مفوذية الانتخابات تعلن إحالة ملفات المترشحين على السلطات الأمنية للتحقيق فيها فيما تتولى مواقف الدعم الدولي للوصول إلى موعد الاستحقاق أمام مطرشحية الرئاسية في ليبيا محطات تدقيق هامة مفوذية الانتخابات تعلن إحالتها غدا الخميس ملفات المعنيين على السلطات الأمنية وفق إجراءات تستهدف التحقق من استيفاء كل المستندات المطلوبة وهي المهمة الموكلة إلى مكتب النائب العام والمباحث الجنائية خطوة المفوذية التي سبقتها بتأكيد على أن قبول طلبات الترشح لا يعني بالضرورة اعتمادها تفتح الباب أمام مختلف الاحتمالات خاصة بعد الجدل الذي خلفه ترشح كل من سيف الإسلام القدافي وخليفة حفطر وما تبعه من ضغوط في اتجاه تحميل الهيئة مسؤولية البت في ملفاتهم وقبل خمسة أيام عن غلق باب الترشح للرئاسيات أشارت مفوذية الانتخابات أن عدد المترشحين بلغ إلى غاية اليوم عشرة مترشحين جلهم بمكتب الإدارة الانتخابية بطرابلوس فيما لامس عدد بطاقات الناخبين المسلمة لحد الساعة حدود المليون بطاقة وموازة مع التحضيرات اللوجستية لاستحقاق الرابع والعشرين ديسمبر يتوالى الدعم والتأييد الدوليين للوصول بالموعد الانتخابي في ليبيا نحو تحقيق الانتقال السياسي المنشود دعم لم يغفل أهميته رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى لقائه المبعوث الأممي يانكوبيتش الإربعاء أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية أن قوات عمليات برخان قد سلمت الجيش المالي قاعدة تيساليت المتواجدة في مدينة غاو شمال شرقي البلاد القاعدة المتواجدة على مقربة من الحدود الجزائرية تعد ثالثة قاعدة تخليها قوات برخان منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ما اسماه إعادة تموقع القوات الفرنسية في منطقة الساحل صائفة العام الفين وواحد وعشرين ستحفظ في تاريخ التواجد الفرنسي في ماليا الذي امتد لقرابة عقد من الزمن أنها موعد الانسحابات المتتالية للقوات الفرنسية من البلاد شهرجوان المنصرم يعلن الرئيس إمانويل ماكرون عما أسماه تغيير عميق في الحضور العسكري لبلاده في منطقة الساحل لتبدأ سلسلة من تسليم القواعد العسكرية الفرنسية للجيش المالي ولقوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المنصمة مروحية تابعة لعمليات برخان تهبط بالقاعدة العسكرية تسليت في مدينة غاو شمال شرقي مالي على مقربة من الحدود مع الجزائر لتحمل آخر جندي فرنسي من القاعدة وتضيف تسليت التي سيطرت عليها عمليات برخان منذ عام 2013 إلى كل من تنبوكتو وكيدال على أن تستكمل القوات الفرنسية انسحابها كلية من الشمال المالي مطلع عام 2022 الداخل بعد قاعدة كيدال تم نقل القاعدة التي أدارتها قوة برخان في تسليت للقوات المسلحة المالية في الثالث عشر من نوفمبر وغادر آخر العسكريين الفرنسيين الموقع في الخامس عشر من نوفمبر يبرر الإليزي قرارات الانسحاب المتتالية والإخلاء المتسارع لمواقعه في ماليا بإعادة الانتشار والتموضع في منطقة الساحل للإنخراط في عمليات تاكوبا التي أعلن عنها رسميا شهر مارس الماضي وتقول باريس إن تاكوبا سيكون من مهامها مرافقة القوات المالية والنيجيرية في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة في منطقتين الساحل وغرب إفريقيا كما ستشارك فيها إلى جانب فرنسا قوات خاصة من عدة بلدان أوروبية في خبر آخر تعرف العلاقات الأوروبية المغربية منعرجا حاسما في رسم ملامح مستقبلها خاصة متعلقة منها بالشكل الاقتصادي والسياسي في ظل الأزمة القائمة منذ أشهر بين كل من مدريد وبرلين من جهة والرباط من جهة أخرى علاقات المغرب مع جيرانه وحلفائه ليست بأفضل حال فالواقع يقول إن هناك انسدادا في قنوات الحوار بين الرباط وعواصم أوروبية عدة كبرلين ومدريد وباريس على خلفية الاختلاف حول ملفات اقتصادية وسياسية بين الرباط ومدريد خلافات وأزمات يبدو أنها لن تجد طريقا إلى الحل في الوقت الراهن سيما مع استمرار سفارة المغرب في إسبانيا دون سفير منذ الصيف الماضي بسبب الملف الصحي للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي وكذا ترخيص المغرب للآلاف من مواطنيه باقتحام مدينة سبتا قبل مدريد كانت دور على برلين بسبب موقفها الداعم للمصاري الأممي لملف الصحراء الغربية تمر العلاقات بين البلدين منذ فترة بأسوأ مراحلها يعكسها تجميد زيارات المسؤولين ولو من الدرجة الثانية تبادل الزيارات توقف أيضا بين الرباط وباريس منذ قرابة السنة ولم يعهد البلدان توترا مماثلا سوى في 2014 على خلفية ملاحقة القضاء الفرنسي وقتها مسؤولين مغاربة أما اليوم فيرجح أن ترجع خلفيات الأزمة إلى فرضية تجسس المغرب على المسؤولين الفرنسيين بواسطة برنامج بيكاسيوس الإسرائيلي هو الحال ذاته في العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي سرعان ما أصابها الفطور مباشرة بعد قرار المحكمة الأوروبية بطلان اتفاقية الصيد البحري وتحفظ البرلمان الأوروبي على تصرف المغرب في أزمة الهجرة في سبتا هذا الواقع يجعل الدبلوماسية المغربية أمام تحدي كبير وتبقي علاقاتها مع شركائها الأوروبيين دولا ومؤسسات على صفيح ساخن سيما مع محاولة المملكة رسم مسار جديد في علاقاتها مقابل اتخاذ موقف داعم في ملف الصحراء الغربية دعت طهران أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الدورية إلى الامتناع عن مواصفته تعليقات متسارعة لدوافع سياسية فيما يخص تطورات برنامج إيران النووي التعاون بين الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية لا يزال مستمرا على الرغم من اختلاف وجهات النظر الفنية بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للخلافات العالقة وكان تقرير للوكالة قد اتهم إيران بإخلاف وانتهاك بنود الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وحجب عمل المفتشين الدوليين من إمكانية الوصول لموقع كرج النووي الذي يحتوي على أجهزة الطرد المركزي يتي هذا قبل أيام من استئناف جولة سابعة من المباحثات النووية الإيرانية بعد تعطر دام أشهر أكدت مصادر إعلامية أفغانية أن تفجيرين استهدفا هافلتي ركاب رحض ضحيتهما عشرة أشخاص وعصيب سبعة آخرون غربي كابل كما أفاد مصدر حكومي بمقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة بمدينة غزني وسط البلاد تأتي هذه التفجيرات تعقب سلسلة تفجيرات كانت قد مست العاصمة الأفغانية سبت الماضي أصفرت عن مقتل ما لا يقل عن تسعة عشر شخصا بينهم قيادي كبير في حركة طالبان من جانب آخر اعتبر وزير الخارجية الأفغاني في رسالة إلى الكونغرس الأمريكي أن اتفاق الدوحة من شأنه تقريب العلاقات بين البلدين مجددا موضحا أن طالبان لم تكن طرفا عسكريا ضد الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق قررت سلطات العاصمة الهندية إغلاق المدارس ومصانع الفحم في إطار مكافحتها لسحابة تلوث بمستويات خطيرة امتدت لتشمل مدينة لاهور في باكستان المجاورة هكذا هي الأجواء في نيو ديله الهندية وهي تقريبا صورة تتكرر في شمال البلاد وأجزاء محاذية من باكستان الضباب الدخاني الخانق يبلغ هنا مستويات من الخطر تتجاوز الحد الأقصى المحددة من منظمة الصحة العالمية بثلاثين مرة تدهور نوعية الهواء في هذه المدينة التي لا طالما صنفت العاصمة الأكثر تلوثا في العالم يعزائل انبعاثات المصانع والسيارات ودخان الحرائق المرتبطة بالأنشطة الزراعية هذه السحابة الكثيفة من الجزيئات السامة تتكرر كل شتاء مهددة حياة السكان السلطات قررت مساء ثلثاء إغلاق المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر مع منع أشغال البناء التي تسهم بدورها في انبعاثات الغبار قرارات تجميد الأنشطة شملت مرور الشاحنة الثقيلة وستا من محطات الطاقة الحرارية في دائرة قطرها ثلاثمائة كيلومتر كما طلب من نصف الموظفين في القطاع العام العمل من منازلهم وتشير الإحصائيات الطبية إلى أن قرابة سبعة عشر ألف وخمسمائة شخص توف عام الفين وعشرين في ديلهي بسبب تلوث الهواء الجهود الحكومية لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة لتزال بعيدة عن إيجاد حل مستدام شأنها في ذلك شأن جهود بعض السكان الذين يلجأون إلى تثبيت معدات لتنقية الهواء الدائر داخل منازلهم وإلى أن تتوصل السلطات إلى حل يقضي على هذه الظاهرة يواصل سكان المدينة حياتهم في أجواء تقتل ببطء أعلنت السلطات الكندية مصرع امرأة وإجراء الألاف بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي مست منطقة كولومبيا غرب كندا وأكدت السلطات المحلية إخلاء مناطق واسعة بمدينة ميريت مع إجراء الألاف من منازلهم جراء تفاقم الفيضانات التي أدت لغلق الطرق والمنافذ السريعة لمدينة فانكفور في سياق ديسي لا تشكل أو شكل غياب ثقافة التعامل مع الكوارث الطبيعية وهشاشة البنى التحتية وضعف الاستشراف وتوقع الكوارث شكل أبرز محاور ملتقى جزائري يعنى بالاتصال الاستراتيجي والأخطار الكبرى بين التحديات والرهانات مخاطر وكوارث متزايدة يشهدها العالم تصل أحيانا لحد تسجيل عشرات الآلاف من الضحايا وكثيرا ما ألقي اللوم فيها على غياب ثقافة التعامل معها من جهات وهشاشة البنى التحتية وضعف التوقع من جهات أخرى ولعل ما حدث الصائفة الماضية من حرائق في دول البحر الأبيض المتوسط دق ناقوس الخطر وألقى بظلاله على حتمية إيجاد مخططات استباقية تشاركية على عديد المستويات للتعامل مع الأزمات مخبر البحث الجزائري للإعلام بالمدرسة العليا للصحافة ومن خلال بحوثه الاستشرافية أدرج يوما علميا لتدارس إمكانية إيجاد وتفعيل مخطط اتصالي استراتيجي للأخطار الكبرى محليا استحضر فيه تجارب ميدانية ومعالجات من مختلف الشركاء الفاعلين هناك مئات الألاف من القتلى هناك ملايين دولارات أو بل ملايين دولارات من الخسائر المادية كيف يمكن لكل الفاعلين في المجال من الوصول إلى كافة أفراد الشعب وإشراكهم باعتبارهم شوركاء فيما يعرف بالاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى يواجه العالم تحديات أخرى في سبيل التحكم بالكوارث الكبرى خاصة مرتبطة بمخلفات التغير المناخية الناجم عن الاحتباس الحرارية وكانت قمة غلاسكو الأخيرة فرصة لذلك حيث خالصت لإعلان الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة غير أن بعض الدول النامية طالبت على ضوء ذلك بتمويلات مباشرة من الدول الصناعية الكبرى لمجابهة الكوارث التي لم تكن طرفا فيها بحكم أنها السبب الحقيقي في كل ما تعيشه البشرية من كوارث طبيعية خاصة في السنوات الأخيرة ليبرز التساؤل الجوهري حول مدى إمكانية تفعيل مخرجات هذه القمم والملتقايات والالتزام بها في شأن الاقتصادي عاودت أسعار الغاز في السوق الأوروبية منحاها تصعدي لترتفع بنسبة 26% في ظرف يومين ارتفاع قياسي يعزز توجهات الحكومات الأوروبية لإقرار زيادات جديدة في أسعار الغاز والكهرباء وسط مخاوفة من ارتفاع معدلات التضخم تتحرك أسعار الغاز نحو الارتفاع من جديد لتعصف معها بالقدرة الشرائية للكثير من الفئات الهشة عبر القارة العجوز بإعلان معظم حكومات الاتحاد الأوروبي عزمها إقرار زيادات قياسية جديدة على أسعار الغاز والكهرباء بمجرد إعلان ألمانيا عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص تشغيل خط أنابيب نورفستريم 2 ارتفعت أسعار الغاز بنحو 12% منذرة بموجة جديدة من الزيادات في فواتير الطاقة التي تنتظر أكثر من 300 مليون مستهلك تحصيهم القارة الأوروبية باعتبارها الأكثر تضرراً من سلسلة الارتفاعات الجديدة بلغة الأرقام تشير الهيئة الأوروبية للإحصاء عن ارتفاع أسعار الغاز عبر القارة بنحو 300% منذ بداية العام الجاري ما رفع فاتورة استيرادها إلى 150 مليار دولار سنوياً في أعلى مستوى لها على الإطلاق معضاً فاقم من عجز تجارة الطاقة في القارة الأوروبية إلى أكثر من 176 مليار أورو ما أدى إلى زيادة فواتير الكهرباء بنسبة 18% عبر 13 دولة أوروبية بلغ مستوى الزيادة في فرنسا وحدها إلى 66% منذ بداية العام الجاري أكبر اقتصادية أوروبا لم يكن في منءاً عن موجة تضخم أسعار الطاقة بتسجيل ألمانيا أعلى مستوى لها للأسعار منذ ستة أشهر بزيادة قدرها 35% العام الفارط وارتفاع في فواتير الكهرباء بأزيد من 9% تفقم أسعار الغاز في أوروبا طال أيضاً جنوب القارة بارتفاع فاتورة الكهرباء في إسبانيا بأكثر من 29% لكل ميجاوات في الساعة وعلى ذاك النحو من المرتقب أن ترتفع أسعار الغاز الموجهة للمستهلك النهائي ببريطانيا زيادة بـ 38% اعتباراً من الثالث ديسمبر المقبل في الجزائر اشترت البرلمان وضع جهاز للتعويضات وتحديد المنتجات المعنية بالدعم قبل الذهاب نحو مراجعة السياسة توجيه التحويلات الاجتماعية المقدرة بـ 17 مليار دولار سنوياً وأقرت لجنة المالية والميزانية في الغرفة السفلة للبرلمان الجزائري تعديلاً على المادة 187 لإعطاء ضمنات أكثر وضوحاً ووضع آليات يرتكز عليها جهاز التعويضات النقدية يصرني بعد التصويت على قانون المالي لسنة 22 أن أصدق شكرية جزيل إليكم لم يكن أبداً من نية الدولة رفع الدم حتى قول رفع الدم يجب أن يكون محرم فالدولة الجزائرية دولة اجتماعية مبنية على مبادئ نوفمبر وننت تتخلى عن قبقات الهشرة فقد سامعنا وقرأنا بعض التقارير الصحفية المغالطة فلم يكن أبداً نيتنا التخلي عن الدعم وهذا موجود في قانون المالي 2022 حيث سطرت الدولة ما مجموعه 1942 مليار دينار جزائري موجه إلى الدعم في الرياضة بدأت ملامح مونديال قطر في الظهور بعد تأهل منتخبات عديدة رسمياً إلى هذا المحفل الكروي الكبير في انتظار مباريات السد الحاسمة أعلام المتآهلين إلى قطر بدأت في التحليق عالياً واحداً تلو الآخر في سماء الدوحة بعد انقضاء الجولة الأخيرة من التصفية المؤهلة لكأس العالم 2022 على أن تستكمل حلاقاتها الأخيرة من المباريات الفاصلة شهر مارس لاكتمال ضيوف الحفل الكروي الأكبر في العالم في القارة العجوز خطف المانشافت والدنمارك التأهل مبكراً ليلتحق بعدها تباعاً كل من الديوك الفرنسية بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، سربيا وسويسرا وإنجلترا والمنتخب الهولندي لتبقى التذاكر الثلاث المؤهلة للمونديال في المزال حتى شهر مارس المقبل ليكتمل سفراء القارة العجوز الثلاثة عشر وفي أمريكا الجنوبية جرت تنافس على أربع بطاقات مباشرة بالإضافة إلى مكان في الملحق القاري حسم فيها السلصاو تذكرة المونديال بدون خطأ بينما فوتت الأرجنتين على نفسها تذكرة العبور بعد سقوطها في فخ التعادل أمام المتصدر البرازيل لتبقى الجولات القادمة حاسمة لأجل الكشف عن باقي ممثل أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا استوفت التصفيات حلاقاتها باكتمال عقد الفرق الإفريقية المتأهلة إلى المرحلة الأخيرة الفاصلة من تصفيات كأس العالم بعد تأهل الجزائر تونس السينيغال مالي ومصر والمغرب والكونغو الديمقراطية نيجيريا والكامرون وغانا لتواجه منتخبات المستوى الأولي نظيراتها من أصحاب المستوى الثاني شهر مارس للكشف عن فرسان القارة الصمراء في عرس قطر على أن يكتمل المشهد بالتحاق الضيوف الاثنين والثلاثين بكأس العالم في نسختها المميزة التي ستستضيفها قطر من أجل جرعة مكثفة من الإثارة والمتعة في الختام شارك الخطط نوردين كور في أكثر من ستين معرضا داخل جزائر وخارجها وها هو اليوم يضيف إنجازا جديدا يعزز تجربته الفنية بإنشاء رواق الفنكور رواق الفنكور مكسب ثقافي يتعزز به سوق الفن التشكيلي بالجزائر ويعتبر أول رواق للخط العربي الرواق سيكون فسحة جمالية جديدة لمحبي الفن التشكيلي بمبادرة الخطات المشهور نوردين كور الذي تزيد تجربته عن أربعين سنة في مجال الخط العربي مواصفات عالمية اعتمدها القائمون على إنجاز هذا المرفق الذي يتربع على مساحة تتجاوز 220 متر مربع بألوان تنوعت بين الأبيض والأحمر والرمادي لإضفاء لمسة جميلة على اللوحات المعروضة وإرساء حوار ثقافي بصري بين الفنانين المختصون في مجال الفن التشكيلي يؤكدون على وجوب إنشاء أروقة فنية كثيرة لأنها تظل قليلة جداً مقارنة مع عدد الفنانين التشكيليين المحترفين والعدد الكثير من الطلبة المتخرجين من مدارس الفنون الجميلة الذين هم بحاجة لقاعات عرض لتسويق أعمالهم المشهد الثقافي في الجزائر يزدان بواجهة جديدة في مدينة وهران تفتح شهية المبدعين لتجود أناملهم بلوحات وتحف فنية لتغدو الجزائر أكثر بهاء ختم النشرة متابعة طيبة مع باقي البرامج إلى اللقاء اشتركوا في القناة